فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إضافة إلى هذا الفضل الأمر الأول أن الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي ثم قال الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أخبرك أنه يصلي عليه وأن الملائكة يصلون عليه وخبر الله حق فما فائدتك من الصلاة هنا يجب على العاقل أن يتلبى ليعلم أن من أعظم أبواب العبودية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن الله يقول لك الله قد صلى على رسوله وملائكته يصلون على رسوله لكن أنت يا عبد الله اغتنم هذا الفضل الذي كان قد فعل له ربك قبلك وفعلته الملائكة قبلك اغتنم هذا فهو باب الأجر للوصول إلى الله عز وجل هذا الحديث كذلك يبين على أنه إذا أكثر العبد من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يغفر ذنبه ويكفيه همه وإذا غفر الله ذنبك وكفاك ما أهمك ماذا يبقى عليك في الحياة إلا أن تعيش في الدنيا سعيدا وفي الآخرة سعيدا لكن قد يسأل الواحد ما هي الصلاة من الله ومن الملائكة ومني أنا نقول الصلاة من الله ذكره في الملأ الأعلى والصلاة من الملائكة استغفار استغفار لمن تصلي عليه والصلاة من العباد دعاء أن يعطي الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعده ربه لأنه الشافع في الخلائق يوم لا تقبل الشفاعة إلا من محمد صلى الله عليه وسلم يتبرع عنها كل واحد يخشاها حتى جاءت إلى حبيبنا محمد عليه الصلاة فقال أنا لها أنا وشفع إلى الله ليقضي بين الخلائق اشتركوا في القناة